أهلاً وسهلاً بكل طلبة أولى سنوشة مادة إلى حياء النعرضة هنشرح أول فصل من الباب الثاني واللي هيكون عن النظرية الخلوية عندنا جميع الكائنات الحية بتتميز بمجموعة خصائص وصفات مشتركة زي مثلاً التغذية والنقل والتنفس والإخراج والحركة والإحساس والتقاسم فبتنقسم الكائنات الحية إلى نوعين كائنات حية وحيدة الخلية وكائنات حية عديدة الخلايا الكائنات الحية وحيدة الخلية هي الكائنات اللي بيكون جسمها كله عبارة عن خلية واحدة والخلية دي بتقوم بجميع العمليات الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة زي مثلاً الأميبة والبراميسيوم والبكتيريا إنما الكائنات عديدة الخلايا هي عبارة عن كائنات جسمها بيتكون من تجمع عديد من الخلايا الخلايا دي بتتميز وبتتخصص في وظيفتها زي معظم الكائنات الحية عندنا الإنسان والأشجار والقطط أو الأسماك أو الحتان طيب إيه الخلية دي؟ الخلية ببساطة كده هي أصغر وحدة بنائية في جسم الكائن الحي واللي تقدر إنها تقوم بجميع وظائف الحياة والخلايا دي في منها أنواع وأشكال مختلفة فبيكون منها خلية شبه العصايا كده زي الخلية العضلية أو خلية مستديرة زي خلية البيضة أو خلية مستطيلة زي خلية بشرة البصل ومن أمثلة الخلايا عندنا الخلية البكتيرية وقرة الدم الحمرة والخلية النباتية والخلية العضلية والخلية العصابية وخلية البيضة وعلشان نشوف الخلايا دي كبرناها حوالي 700 مرة من حجمها الأصلي وبالتالي بيتضح لنا ان الخلايا بتتنوع في شكلها وتركيبها وحجمها فبنلاحظ مثلا عندنا الخلية البكترية بتكون اصغر الخلايا حجما وخلية البيضة 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 المخصبة اللي هي بيضة النعمة بتكون اكبر الخلايا حجما دهير ان في علاقة بين شكل الخلايا ووظائفها اللي بتقوم بيها فمثلا الخلية العصابية هي اطول ان خلايا ممكن طولها يوصل لمتر او اكتر علشان تقدر ان هي تنقل الرسالة العصابية من الحبل الشوكي الموجود داخل العمود الفقري الى ابعد جزء في الجسم زي مثلا نصابع القدم وبرضو على سبيل المثال عندنا الخلية العضلية هي عبارة عن خلية استوانية وطويلة بتتجمع الخلايا مع بعضها البعض علشان تكون الياف عضلية بتتميز بقدرتها على الانكباط والانبساط بحيث ان هي تقدر تحرك الحيوان او الانسان فلما يجينا مثلا سؤال يقول لك ايه الخلايا اللي بتلعب دور في حركة جسم الانسان هنقول الخلايا العصبية والخلايا العضلية ولما يجيب لك مثلا سؤال ويقول لك ايه وواجه شبه مبين خلايا عن سيجة المعدة هنقول له الشبه مبين الخلايا هو وبود الانوية لان كل الخلايا بتحتوي على انوية نجي بعد كده لاكتشاف الخلية ودور العلماء في اكتشاف ان خلية واكتشاف تركبه عندنا اول عالم والعالم الانجليزي روبرت هوك والعالم روبرت هوك سنة 1665 اخترع مايكروسكوب بسيط واستخدمه علشان يفحص قطع من الفلين فلاحظ ان هي بتتكون من فجوات صغيرة على شكل صفوف سمى الوحدة منها اسم الخلية وهو اسم مشتك من الكلمة اللاتينية سيليولا وده معناها فجوة صغيرة علشان كده بيرجع الفضل الى العالم روبرت هوك في اكتشاف الخلية نيجي بعد كده للعالم الهواندي فان ليفن هوك والعالم فان ليفن هوك صنع مجهر بسيط باستخدام مجموعة من العدنسات سنة 1674 المجهر ده كان ليه قدرة على تكبير الاشياء لحد 200 مرة من حجمها الاصلي واستخدمه بفخص مواد مختلفة زي مثلا ميت البركة والدم وغيرها علشان كده بيعتبر العالم فان ليفن هوك اول من شاهد عالم الكائنات المجهرية والخلايا الحية فلما يجيب لك سؤال ويجي وقل لك مثلا كائن من الاوليات الحيوانية زي مثلا الاميبة ايه هي الميكروسكوبات اللي نقدر نحن نستخدمه لرؤية هذا الكائن لأول مرة هنختار الميكروسكوب اللي اكتشفه العالم فان ليفن هوك لما يقولك مثلا من هو العالم اللي يستطاع رؤية البراميسيوم لأول مرة تحت قوة تجبير تصل الى 180 مرة من حجمه الاصلي هنقول العالم هنختار العالم فان ليفن هوك لانه صنع مجهر للقدرة على تكبير الاشياء لحد 200 مرة نيجي بعد كده للعالم الالماني شلايدن سنة 1838 توصل العالم شلايدن الى ان جميع النباتات بتتكون من خناية وبنى الاستنتاج ده على ابحاثه الخاصة وابحاثه علماء التانية قبل كده وهينا مثلا لما يجيب لك سؤال ويقول لك من هو اول عالم اثبت ان النبات مش عارف ايه والنبات ايه والنبات ايه كل الحيوانات تتكون من خلايا واخيرا الطبيب الالماني فرشو واللي وضح سنة 1855 ان الخلية بتعتبر هي الوحدة الوظيفية الى جانب كونها الوحدة البنائية لجميع الكينات الحية تغير ان نؤكد على ان الخلايا الجديدة لا تنشى الا من خلايا اخرى كانت موجودة فعلا قبلها وفي الاخر كده كل الافكار دي تم تجميحها في نظرية ويطلق عليها اسم النظرية الخلوية ونظرية الخلوية هي تعتبر من اهم النظريات الاساسية في علم الحياة الحديثة وبتتكون من ثلاث مبادئ المبدأ الاول بيقول ان جميع الكينات الحية بتتكون من خلايا وقد تكون منفردة او متجمعة وده اللي توصل اليه العالم شلايدن لما اكتشف ان جميع النباتات بتتكون من خلايا وجي بعد كده العالم شوان اكتشف ان اجسام الكينات الحية بتتكون من خلايا تاني مبادئ النظرية الخلوية بيقول ان الخلايا هي الوحدات الوظيفية الاساسية لجميع الكينات الحية وده كان كلام العالم فرشو تالت مبدأ من مبادئ النظرية الخلوية بيقول ان جميع الخلايا بتنشأ من خلايا كانت موجودة من قبل وده برضو الكلام اللي قاله العالم الالماني فرشو ايبا كده نستنتج ان العالم شلايدن يعتبر مؤسس النظرية الخلوية لانه اول من اوضح ان الخلية هي وحدة البناء في النباتات وكمان بنستنتج ان العالم فرشو اول من اثبت ان الخلية هي الوحدة الوظيفية لجميع الكينات الحية فلما يجي يقولك من مبادئ التطور البيولوجي لكينات الحية ان كل نوع من الاحياء بتنشأ من نوع اخر سابق له في الوجود وابسط منه في التركيب ويسألك عن العالم اللي اتبع نفس المبدأ ده هتبقى اجابتنا العالم فرشو نجي بعد كده لتطور الميكروسكوبات رؤية الخلية بالعين المجردة ده موضوع صعب جدا بسبب صغر حجمها علشان كده ارتبط اكتشاف الخلية باختراع الميجر زي ما ارتبطت رؤية محتوياتها بتطور صناعة الميجر وصولا الى اختراع الميجر الالكتروني زي قوة التكبير العالية واللي مكننا من دراسة تركيب الخلية وبالتالي بيكون عندنا نوعين من الميكروسكوبات اول نوع اسمه الميكروسكوب الضوي والنوع الثاني هو الميكروسكوب الالكتروني الميكروسكوب الضوي فضل الاداة الوحيدة المتاحة للعلماء علشان يفقصوا التركيب الحية والاشياء غير الحية لحد سنة 1950 وفكرة عمله كانت بتعتمد على ضوء الشمس او ضوء صناعي والعدسات المستخدمة فيه بتكون عدسات زجاجية سواء كانت العينية او العدسات الشيئية وظيفة الميكروسكوب الضوي هو تكبير الكثير من الكائنات الحية الضقيقة والاشياء غير الحية ده هير انه بيفحص تركيب الاشياء كبيرة الحجم بعد تقطعها الى شرائح رقيقة علشان تسمح بنفاذ الضوء خلالها قوة تكبير الميكروسكوب الضوي بتصل الى 1500 مرة من حجمها الحية ولا يمكن التكبير اكتر من كده لان الصورة بعد كده هتكون غير واضحة وبتتوقف قوة تكبيره على قوة تكبير العدسة الشيئية والعدسة العينية فبالتالي نقدر نحسب مقدار التكبير على الميكروسكوب الضوي من خلال اننا بنحسب قوة تكبير العدسة الشيئية ونضربها في قوة تكبير العدسة العينية فعلى سابرين مسلم يأجي لك ويقول لك لو عرفت ان قوة تكبير العدسة الشيئية بتساوي 40 وقوة تكبير العدسة العينية بتساوي 10 هتكون قوة تكبير المجهر ده بتساوي 40 في 10 يعني 1400 مرة ومثلا لما يجيب لك سؤال ويقول لك اذا كانت قوة تكبير العدسة العينية 20 والعدسة الشيئية 100 فالي هيحصل في الصورة المتكونة بالميكروسكوب ده هنضرب 20 في 100 فهتدينا 2000 والميكروسكوب الضوي اخر تكبير لي عند 1500 بعد 1500 الصورة بتكون غير واضحة وبيكون عندنا الترتيب الصحيح اللي بيمر فيه الضوء داخل الميكروسكوب الضوي بيكون بداية من المرآة بعد كده يمر بالشريحة بعد كده يمر بالعدسة الشيئية وبعد كده بالعدسة العينية وعلشان نوصل لطرق نوضح فيها العينات تحت عدسات الميكروسكوب الضوي توصل العلماء الى ان افضل الطرق لفحص العينات بصورة اوضح هي زيادة التباين اللي هو الاختلاف ما بين الاجزاء المختلفة للعينة وده بيحصل عن طريق حاجة من اثنين اول حاجة تغيير مستوى الاضاءة او استخدام الاصباغ وذلك لصبغة او تلوين اجزاء محددة من العينة علشان تكون اكتر قضوحا على سبيل المثال الصبغة اللي بتطاف عند فحص خلايا الدم البيضة بس الصبغات دي بيكون لها عيوب ومن عيوب استخدام الصبغات هي انها بتقوم بقتل العينات الحية علشان كده بيفضل عدم استخدام الاصباغ عند فحص العينات الحية زي مثلا الاوليات عندنا اللاميبة والبراميسيوم وايضا فطر الخميرة بعد كده تعالى نشوف نشاط عملي يوضح لنا استخدام المجر الضوي المركب بطريقة صحيحة فهتكون الخطوات اول حاجة نجيب قطعة بصل ونقطعها الى 4 قطع بعد كده نستخدم الملقط علشان نفصل جزء من الغشاء الرقيق المبطن للسطح المقعر لاحدى القطع ثم وضعها في منتصف الشريحة زوجية ونضيف اليها كطرة من الماء ونغطيها بغطاء الشريحة ونستخدم غطاء الشريحة علشان نقلل من وجود فقاعات الهوى بعد كده نفحص الشريحة بالقوة الصغرى ثم بالقوة الكبرى للمجهر ونلاحظ الطوى السطحية من الخنائة بعد كده نتخلص من الماء الزيت باستخدام ورق النشاف ثم لضع قطرة من محلول اليود عند حفة غطاء الشريحة بحيث ينتشر محلول اليود خلال العينة وآخر حاجة هنعيد فحص الشريحة بالقوة الصغرى ثم بالقوة الكبرى للمجهر ونلاحظ الاختلاف فهتكون للملاحظة كالتالي عند الفحص بالقوة الصغرى بيظهر عدد كبير من الخلايا صغيرة الحجم المترصة في صفوف ببوار بعضها ثاني حاجة عند الفحص بالقوة الكبرى بيظهر عدد أقل من الخلايا ونشوفها بحجم أكبر ثاني حاجة عند الفحص بالقوة الكبرى بعد وضع اليود بتظهر الخلايا أكثر وضوحا بسبب استباغ محتويات الخلية بلون اليود البرتقالي فابقى الاستنتاج كالتالي يستخدم الميكروسكوب الضوي لتكبير الأشياء الضقيقة وفحص مكوناتها ثاني حاجة يستخدم الميكروسكوب الضوي بطريقة صحيحة عند وضع العينة على الشريحة ثم وضعها على المنصة واستخدام المكسف للتحكم في تركيز الضوء الموجه إلى الشريحة وتحريك الضابط الكبير والضابط الدقيق لضبط العدسات العينية والشريحة للحصول على أفضل رؤية للعينة فابنستنتج العلاقة التالية هو أن كلما زادت قوة تكبير العدسات المستخدمة في الميكروسكوب الضوي كلما قل عدد الخلايا التي يمكن رؤيتها وزاد حجمها كمان بلاستنتج أن عند فحص الخلية النباتية للبصل بالميجر الإلكتروني يمكن رؤية الجدار الخلوي والنواة والسيتوبلازم فقط ولما يجيب لك سؤال مثلا يقول لك علشان تميز أنواع خلايا الدم المختلفة الموجودة في عينة ما الطريقة المثالية هي بتكون إيه؟ الطريقة المثالية هي استخدام الميكروسكوب الضوي بعد إضافة الأصباح ولما يجي مثلا يسألك يقول لك إيه العلاقة ما بين عدد الخلايا اللي بتظهر عند فحص نسيج نبات البصل وقوة تكبير العدسات المستخدمة في الميجر الضوي هنقول أن العلاقة علاقة عكسية لأن رؤية عدد الخلايا بتقل كلما كانت قوة التكبير بتزيد نيجي بعد كده للميكروسكوب الإلكتروني العلماء بدأوا يستخدموا الميكروسكوب الإلكتروني سنة 1950 وفكرة عمله بتعتمد على استخدام حزمة من الإلكترونات ذات السرعة الفائقة بدلا من الضوء والعدسات المستخدمة في الميكروسكوب الإلكتروني بتكون عدسات كاهرومغناطسية ودي اللي بتتحكم في حزمة الإلكترونات وظيفة الميكروسكوب الإلكتروني هو أنه بيوضح تركيب الخلية التي لم تكن معروفة من قبل دهير أنه بيعرفنا التفاصيل أدق عن التركيب الخلوية التي كانت معروفة قبل كده بقوة تكبير الميكروسكوب الإلكتروني بتصل إلى مليون مرة أو أكتر وخصص الصورة اللي بيكونها الميكروسكوب الإلكتروني بتتميز بأنها بتكون عالية التكبير وعالية التباين مقاراة بالصورة اللي بتتكون بوسطة الميكروسكوب الضوي وده بسبب قصر الطول الموجي للشعاع الإلكتروني مقاراة بالشعاع الضوي فبنستنتج العلاقة التالية إنه كلما كان الطول الموجي للشعاع المستخدم في الميكروسكوب قصير كل ما زادت درجة التباين ووضوح الصورة أي أن العلاقة بتكون ما بينهم علاقة عكسية ده ير إن صورة الأجسام بيتم استقبالها على شاشة في اللورية أو لوحة تصوير بالغة الحساسية وبيكون عندنا نوعين من الميكروسكوب الإلكتروني الميكروسكوب الإلكتروني الماسح والميكروسكوب الإلكتروني النافس الميكروسكوب الإلكتروني الماسح بيستخدم في دراسة سطح الخلية والميكروسكوب الالكتروني النافس بيستخدم في دراسة التركيب الداخلية للخلية فلما يجيب لك مثلا سؤال ويقول لك هي الميكروسكوبات اللي بيتم استخدامها لرؤية المادة الورصية للخلية البكترية هنقول الميكروسكوب الالكتروني النافس لان المادة الورصية محتاجة توضيح قوي جدا ودي بتكون تفاصيل داخل الخلية بنشوفها من خلال الميكروسكوب الالكتروني النافس وفي الآخر كده تعالى نعمل مقارنة ما بين الميكروسكوب الضوي والميكروسكوب الإلكتروني مبدئياً كده من حيث فكرة العمل الميكروسكوب الضوي بيعتمد فكرة عمله على الضوء الشمس أو الضوء الصناعي والميكروسكوب الإلكتروني فكرة عمله بتعتمد على حزمة من الإلكترونات ذات السرعة الفائقة بعد كده نوع العدسات المستخدمة في الميكروسكوب الضوي بتكون عدسات زجاجية والميكروسكوب الإلكتروني بتكون عدسات كارومغراطسية طيب بالنسبة لقوة التكبير في الميكروسكوب الضوي بتكون منخفضة يعني أقصى تكبير لا يزيد عن 1500 مرة من الحجم العصل للجسم وقوة تكبير الميكروسكوب الإلكتروني بتكون عالية جدا لأنها ممكن تصل إلى مليون مرة أو أكتر وبالنسبة للطول الموجي للشعاع المستخدم في الميكروسكوب الضوي بتكون أطول مقارنة بالشعاع الإلكتروني وفي الميكروسكوب الإلكتروني بتكون أقصر مقارنة بالشعاع الضوي وبالنسبة لكيفية مشاهدة صورة العينة في الضوي بيكون من خلال العدسة العينية وفي الميكروسكوب الإلكتروني بيكون من خلال شاشة فلورية أو لوحة تصوير بالجة الحساسية وبالنسبة لقوة التباين الميكروسكوب الضوي بتكون مخفضة والميكروسكوب الالكتروني بتكون عالية جدا وبالنسبة للوظيفة الميكروسكوب الضوي وظيفته وتكبير الكثير من الكنيات الحية الدقيقة والأشياء غير الحية ده غير ان احنا بنفحص من خلاله تركيب الاشياء كبيرة الحجم بعد تقطعها الى شرائح رقيقة علشان تسمح بنفاذ الضوء خلالها انما وظيفة الميكروسكوب الالكتروني هو توضيح تركيب الخلية التي لم تكن معروفة من قبل ومعرفة تفاصيل اضاق من التركيب الخلوية التي كانت معروفة قبل كده وبكده نبقى خلصنا الفصل الاول من الباب الثاني لمادة اللحية اولى سنوية ما تنسيش تشاركوا الفيديو مع اصحابك وتعبيروا لايك وتسيبونا تعليق كويس علشان خواطر باقي الفيديوهات اشتركوا في القناة